موسيقى موجز الأنباء أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن استشهاد 153 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأفادت الوزارة الثلاثاء بارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 33360 شهيدا إلى جانبي 75993 مصابا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالتزامن مع شن الاحتلال الصهيوني قصفا مدفعيا بعدد من القذائف طال أحياء الشجعية والصبرى وتل الهوى والشيخ عجلين واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني هذا وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شمالي غزة بتزامن مع قصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة في وسط القطاع واستشهد فلسطينيين وأصيب آخرون إثرى قصف لمدفعية الاحتلال استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برجا سكنيا في مدينة الزهراء شمال غربي النصيرات استشهد خمسة فلسطينيين ضمنهم رئيس بلدية المغازي حاتم صالح الغمري ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في غارة صهيونية استهدفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات الاحتلال استهدفت مبنى مجلس الخدمات المشتركة التابع لبلديات المحافظة الوسطى في مخيم المغازي ما أدى إلى استشهاد الغمري وأربعة آخرين انتشلت التواقم الطبية أربعة مائة وتسعة جثث للشهداء ارتقوا جراء القصف الصهيوني على محيط مجمع الشفاء الطبي منذ انسحاب قوات الاحتلال من أكبر مستشفيات قطاع غزة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن التواقم الطبية لا تزال تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي أكدت منظمة هيومن رايت ووتش استخدام الاحتلال الصهيوني التجويع كسلاح حرب وأن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع وطالب مدير شؤون فلسطين في المنظمة عمر شاكر الاحتلال بإنهاء ما سماها جريمة الحرب وبوقف معاناة الفلسطينيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق عبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية عن استنكارها اعتزام فرنسا تمويل مشاريع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية الجمعية في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية اعتبرت القرار خرقا للقانون الدولي محملة السلطات الفرنسية تداعياته وانعكاسته على ما تشهده الصحراء الغربية من استنزاف للطروات من قبل الاحتلال المغربي وما يتعرض له نشط حقوق الإنسان بها ختم هذا الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة